موسيقى شيخ محمد شقرة بناء على ما حدثتني به في المراجعة السابقة بدأت الدعوة السلفية من مسجد السالك بعد عودتك واستقرارك في الهاشمي هنا في الأردن لكن لم تكن تلك الخطوة بدون مصاعب قرأت فيما قرأت أن أصابك عنت من الناس يعني كانت مستغربة يعني ما الذي كان يستغربه الناس من مثل هذه الدعوة وهي دعوة إلى الاتزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يا سيد الكريم هناك سببان اثنان أما الأول فهو الجو العام الذي يعيشه الناس في الأردن وهذا الجو العام يأتلفه الثقافة التي لا يعرف الناس في ذلك الوقت غيرها وتغلب على هذه الثقافة أو يغلب عليها الجانب الصوفي والمذهبي في آن واحد المذهبية ثم بعد ذلك المنهج التربوي الصوفي هذين الفرعان في المنهج الفكري أو الثقافي كان لهما الأثر وهذا هو السبب الأول الذي يعود إلى كما قلت يعود إلى البيئة أو المناخ العام الذي يعيشه هذا البلد بفكره وأهله وأما السبب الثاني فهو يعود إلي أنا يعود إلي من الناس الذين كنت أعرفوا ما أعرفونني وبدأت يعني أتكلم بهذا الأسلوب وهذا الطريقة وأسس على أساس هذا المنهج ولكن الذين يعرفونني وبخاصة من الأصدقاء الذين كانت تربطني بهم صداقات وصلات إما عن طريق عمي السالك رحمه الله وإما عن طريقي أنا مباشرة ممن كانت لي بهم صلاة ولم يكونوا على يعني على وضوح من حقيقة المنهج الذي أدعو النفى إليه وهو الحمد لله منهج الكتاب والسنة هذا السبب الثاني ما الذي حدث لماذا هذا التغير يعني هم شعروا بأنك انقلبت أو تغيرت وتذكروا من هذه الكلمة انقلبت بكلمة قال أخونا بسام بسام الناطر قال كلمة عجيبة خليها أنا أدعوها له ليخبرك بها وهذه كانت يعني كلمة بسام كانت فيما بعد سيأتي دورها سيأتي دورها لكن يعني هي بدأت معي أنا من أولئك الناس الذين أعنيهم كانت يعني في أول عهدي بهذا يعني هم استهجنوا أنك عدت من المدينة المنورة متغيرا هو هذا ولذلك كان ربط أظن أنك ربما جنت هناك أيها تماما وبدأت الشائعات تتكاثر وتدور يترى كم أعطي من المال بيترو دولارز رحم الله الشيك من بعد ورحم الله أمثاله ونظراءه من هذه الأمة المهم يا سيدي هذان السببان سبب يعود إلى البيئة أو المناخ العام الذي في الأردن وسبب الثاني هو شخصي أنا وأن يعني أنا طبعا كنت معروف بين الناس بأن يعني وهذه الحمد لله شهادة الناس فيها منذ أن كنت ورجعت إلى البلد من من تحصيري العلمي في الأزهر رد الله له قربته ورد الله قربة الأقصى معه آمين ورد الله قربة القرباء من المسلمين فأقول أنا هذان السببان ليس سواء ما لكن لم يحل ذلك دون أن تستقطب الشباب يعني الشباب لا ما تركت لماذا أترك والله حتى كانت زوجتي جزاها الله خيرا كانت كثرة الخوف عليها وإذا لم تخشى المرأة على دوجها تخشى على من وأنا يعني هكذا كنت فقلت لها مرة كانت تكثر عليها وتقول يا فلان يا فلان وهذا طبعا كان بعد ما رزقنا من الأبناء من رزقنا رزقه الحمد لله أنا بخمسة من البنين مالك وعاصم ووافق وظافر وصهيب وليس عندي من البنات إلا من ينتسبني إلى أبنائي بالدواج أو بالبنوة بالدواج أو بالبنوة فالمهم قدت لها أريحنا السكي والله لو قطعت رأسي ما تركت ما أنا عليه أنا لا أقول منكرا من القول ولا زورا ولا افتراء ولا أعتدي على مال أحد ولا أسب أحدا ولا ولا كل منهيات التي تتعلق بهذا الباب أنا بعيد منها وبعدت مني والحمد لله وأنا والحمد لله لست خارجا عن منهج الأولين السابقين يعني الصحابة منهم أصحاب محمد التابعون هم أتباع محمد الأئمة الأربعة من هم هم أصحاب أولئي هذه المذاهب التي خلدت الإسلام بعد أن بعد ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إذن ماذا أصنع وإذن دعيني فكانت هذه تثير إحيانا ومرة تخاف على زوجي يعني ما بدا كلام وبخاصة وبأن أهل الظلم الذين يرمونني من بعيد ومن قريب ولا يخشون إلا الله ولا يستحيون مما يستحي منه لا في الدنيا ولا في الآخر يكسرون عليه ويأتون بالأخاويل وبخاصة في مجالس النساء التي تكون يسمعون هذا الكلام إيش أخبار أبو مالك الشوء اللي صار له وطبعا يعني اللي صار مصيبة كارثة عظيمة في تاريخ الأمة المهم يا سيدي ف الذي كنت تدعوهم إليه كانوا يستهجنونهم والله ما يعني طريقتي في طرح الأمور أو في عرض الأمور كان المنهج الفقه أو المنهج الحديثي أو المنهج القرآني التفسيري حتى اللغة العربية أيضا واللغة العربية هي غريبة عن أديها وأهلها غرباء عنها اللغة العربية يعني أنا والله العظيم أريدك بس أن اتركنا من المنهج هذا يعني الحديث عن الشيخ ناصر وعن المنهج السلفي بس قل لي ماذا ترى في أهل العربية بس سأني هذا السؤال وما بدي أكتب تغيره حتى أريك الخزايا والفضائح ما أنت لو شاهدت التلفزيون أو سمعت الراديو أو قرأت الجريدة تكتشف هذه البلاوي هذه هي المصيبة القعتاء التعتاء التي تعيشه الأم وكلها لعلنا نفرد للعربية اللقاء آخر نحن الآن نريد أن نستمر مع المنهج السلفي الذي بدأته هنا أنت سألتني عن علاقتي لازمنا الآن أريد أن أعرف يعني كيف لماذا استهجن الناس ما تدعوهم إليه هل هل هو أسلوبك أم هو محتوى ما تدعو إليه هل مثلا وجدوا غلظة هل وجدوا أنا لا أريد التشبيه هنا بس أولد أن أذكرك يا دكتور بكلمة قالها ذلك الشيخ وهو ورق بن نوفل ها فإنه ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي يعني طبعا هذا مع المفارقة والمباعدة بين يعني الصنوين أو الصنفين لكن أقول هذا هو الاستغراب لأنه هنا يعني زي ما قلت لك أنه البيئة العامة التي كان يعيش عنها البيئة الثقافية وهي بيئة ضعيفة هزيلة لكن لما تنظر فيما يكون عليه الناس لا شك نحن الآن حتى نربط هذا بالفترة الزمنية نحن نتكلم الآن عن أي وقت وسط الستينيات تقريبا لأنه أنت ذهبت إلى المدينة عام 62 رجعت تقريبا عام 65 نعم إلا أن رجعتنا لا إله إلا الله لأنك قلت لي أنك قضيت ثلاث سنوات نعم نعم فإذن تكون 65 نعم فإذن نحن نتكلم عن النصف الثاني من عقد الستينيات أيها بالضبط وهذا الذي حصل فيه ما حصل وهذا الذي حصلت فيه ما تسمى النكسة أيها وهي نكبة ثانية أيها طبعا أجواء الناس ما كانت أجواء تديون كانت أجواء الناس بالعكس في انصراف عن الدين انصراف عن الدين وساعد على ذلك الإفتاءات التي كانت تدور أنا أذكرك أو ما أذكر على سبيل النقطة كان أنت تعرف لأنه خريبك ومن عشيرتك الشيخ أسعد الله أين أبو 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 نادر أبو أبو نادر فإنه مش عاطف المهم كان يقول بأعلى صوته يفتفي الناس في المساجد يا ناس اسمعوا أقول لكم قولا لا مرد بعده اعلموا أن كل من طلق دوجته في هذا العام عام النكسة الثانية أو في هذا في هذا الوقت عام 67 أقول لكم بكل جرأة أن من طلق دوجته في هذا الوقت طلاقه لا يقع ليه قال لأنه طلاق المدهوش لا يقع وكل من طلق فهو مدهوش في ذلك الوقت عشان النكسة اي عشان النكسة فهذه من لطائف وفرائد فتاة الشيخ من عمك فلذلك أقول هذا شيخ أبو مالك كان زمن صعب ليه لأنه كان أي أمارات تدين وليس فقط المنهج السلفي أي سمات تدين عند الشخص تستهجن من قبل الناس دكتور أريد أن أكون صريحا وجريئا معك والله الجانب الديني في ذلك الوقت الذي حصلت فيه النكسة الجانب الديني والله أحسن من جانب الديني اليوم تظن ذلك؟ أظن أنا أقطع بذلك لأن الانحلال الأخلاق اللي موجود والانحلال الديني من القيام والأخلاق ما كان بمثل هذا الذي نعيش يعيش وعالمنا الإفكام اليوم بس لو قرنت أنت عدد المصلين في المساجد والعدد الصائمين يعني والملتزمات من النساء في الستينيات كان في محل في الموضوع كان في قط صلاح الديني أيوبي رحمه الله والرلي الله عنه لما جاءت حسود الصليبيين إلى بيت المغدير أخذ أعوانه وجلسائه ومستشاره يا سلطان يستحثونه على الفيصلة في هذه المعركة أو فيها في هذا الحرب الشنيعة هيئة هيئة لم يأني الوقت بعد لم يأني الوقت بعد وبعدين زيقوا الجماعة فقالوا له إلى متى فبعث أرسل إلى الولاة في الأقالين أرقبوا لي انتبه لهذه الواقعة التي تذكرني بواقعة أخرى عمر من عمر رضي الله عنه قال أركبوا لي المساجدة في صلاة الفجر انتبه صلاة الفجر جاءت الأخبار لصلاح الدين بأنها زي لظهر المصلين كانوا في ذلك الزمان مثل زماننا اليوم صلاة الفجر الإمام والمؤذن يحضرها وواحد ثالث ليذكرهم بأن الله عز وجل يقبل صلاة الاثنين أخذوا يرقبوا المساجدة وبعد فترة عبئت المساجد وغصت بالمصلين في صلاة الفجر كانت بشرة لأنه السلطان ربط حركة الجيش لتحييل بيت المغدس والقضاء على جذر الصليبيين ربطوا بصلاة الفجر شوف التفهير هو ليش قالهم أركبوا لي المساجد في صلاة الفجر لأنه واحد حكا له قال له يا أيها السلطان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليذكر كان في جماعة بتأخروا حتى يحثهم فقال له أما سمعت خول النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة هذه قاعدة ضخمة عظيمة من صلى الفجر في جماعة فهو في دمة الله الله فهو في دمة الله إيش يعني هو في صونه ورعايته وحمايته في ماله وفي نفسه وفي أهله فلما سمع صلاة الدين هذه الكلمة أسس عليها الجيش إذن الجيش إذن الجيش لا يكون في حماية الله إلا إذا صلي الفجر في جماعة المتاجر لكن لا ترى نكست أو نكبة سبعة وستين أدت إلى عودة بالناس إلى الدين وهذا أثر التيار السلفي كما أثر التيار الإخواني يعني أدات كثيرة من الناس من الشباب بالذات أقبلوا على الإسلام وعلى الحركات العاملة للإسلام بسبب هذه الحادثة خليني نعمل مقارنة بين تلك وهذه ونشوف بالموازنة وأنت رجل كبير وإن شاء الله في ثقافتك ورجاحة عقلك فإحنا بدنا نحكمك الآن أنا مسكين لا والله أنا المسكين يا شخص فلما قضي الأمر وصلاح الدين انتبه قال إذن الجيش في حاجة إلى إلى أساس يقوم عليه وصلاة الفجر ما دام في حماية إذن أنا ما بدي إعدى الجيش إلى صلاة الفجر شوف النظرة الإيمانية العميقة العظيمة التي أقام عليها جيشا حرر بلاد الشام وطرد الصليبيين وأعاد الحياة للأقصى الجريح ورب أمة من هذه الكلمة لما قال الآن ثم أطلق جيشه بعد أن استوثق من عماله في الأقاليم أن الأمة عادت إلى طلاة الفجر يا شيخ إحنا بدنا مش طلاة الفجر ها صلاة وتر العشابس الوتر صلاة الوتر يحافظ عليها ومن أراد الله بخيرا عسله أو عسله يعني كيف عسله عسله خال أقامه على عمل صالح حتى يرقى الله به فالآن إحنا يا دكتور في صلاة الفجر جيب لي اللي بصد صلاة عدل يوم في مساجد عمان في مساجد مصر في مساجد الشام في مساجد أبل المبلاد روح شوف قديش هم تعجب في مساجد عامرة إن شاء الله يعني على كل حال على كل حال الله يجيب حتى نظن إن شاء الله أنا متفائل لأنه أنا عشت كنت طالبا في الثانوية في بداية السبعينيات وأنا كنت من الشباب يعني بدأوا يتجهوا إلى المساجد وكنا نلاقي عنت في ذلك الوقت لكن بعدين شعرنا بأن هذا التدين وسمات الالتزام بالإسلام أصبحت أسهل بكثير على من رغب فيها ومسأل أننا إحنا في بريطانيا يبتدب إلى المساجد فيها عامرة ما شاء الله دلليل لأنه في صحوة ولكن الصعاب أيضا كبيرة بالمقابل التحديات كبيرة جدا الخوف والرعب يا دكتور صحيح الله يرحمنا الله يرحمنا ما أقول أكثر مني كنت شوف مثلا قطاع غزة والآن إحنا بنسجل حلقات هذه في الذكرى السنة الأولى على الحرب اللي شنت على قطاع غزة بامتلاء مساجد قطاع غزة بالتزام الناس هناك وإيمانهم بالله استطاعوا أن تقفوا في وجه دكتور أنا عفوك أنا لا أخالفك فيما تقول لكن أنا بدي شغلة واحدة بدي اللي في أبو ظبي واللي في المدينة واللي في مكة واللي في عمان واللي في دمشق واللي في القاهرة واللي في بغداد واللي في كل مكان يحب بعضهم بعضا يحبون أهل غزة وأهل غزة يحبونهم ويرفعوا من بين أيديهم المثل أو يحققوا طب تعرف المثل القائل ما بين فلان وفلان ما صنع الحداد شو ما صنع الحداد يعني السيف هذا ما صنع الحداد فلذلك أنا بدي هذا السيف يمزع من بين البلاد الإسلامية والعربية وأن يعودوا إلى الحب الخالص حب القلوب والحب لا يكون إلا بالقلب يا شيخ هذا أمر ما ينبغي أن يفوتنا صحيح نحن بدنا نعود إلى 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 حب حب الرسول عليه الصلاة والسلام حب الصحابة حب الإسلام أن يحب المسلم المسلم أخاه المسلم أينما كان هذا اللي بدي يعني حتى تنتفي هذه العدوات طبعا هذا يأمله كل مسلم لكن في الواقع العملي هناك من يتبع الهوى وهناك من يخضع لوسوسات الشيطان وستستمر هذه الحالة على ما هي عليه تظل هناك فئة صابرة مرابطة ثابتة ينتصر بها الدين إن شاء الله وهم كما أخبر النبي لما قال أين هم يا رسول الله قال هم بيت المقدس وأكناف بيت وأكناف بيت المقدس إن شاء الله نكون يعني ندرك ولو يعني شوية ربنا يجبر خاطرنا فيها إن شاء الله إن شاء الله طيب نأخذ استراحة قصيرة ثم نستعلم الحديث إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر شيخ أبو مالك في المراجعة السابقة تكلمنا قليلاً عن الشيخ ناصر دين الألباني الآن أنا الأوان أن نتكلم عنه أكثر وأن يستحق طبعاً كلاماً كثيراً أنت ربطتك به علاقة خاصة متى بدأت هذه العلاقة؟ يا سيد الكريم أنا لما ذهبت إلى المدينة المنورة على ساكنها أبضل الصلاة والسلام وقع في كتابي وأنا ما كنت أسمع بالشيخ ناصر أبداً في أحد الطلاب كان يأتيني ويمشي معي ويذهب وروح إلى الجامعة وجدت عنده جزء من كتاب الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة لا أسل الآن جزء وكان يصدر في أجزاء صغيرة مجموع المجلد كان خمسة أجزاء أظن هكذا فأخذت هنا استهواني الاسم واستهواني الأسلوب النفسي أو القلبي الذي كان يخودني إلى مكتبات القاهرة شيخ ناصر السمو كان معروف أو ما كان عندي معروف المهم استهواني العنوان الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة وبعض مسائل منها أو فقه المسائل أو كمان فأخذت الكتاب هذا قرأته راقني جدا هذا الكتاب بما فيه من علم وطريقة التأليف وهي طريقة لم تعد من قبل شيخ ناصر رحمة الله عليه يعني في طريقته التوليفية والتأليفية لم يعرف له مثيل لا في الأقدمين ولا في المهدثين لكن هكذا كان فلما سألت عن الشيخ كان الشيخ رحمة الله عليه قد أنهيت أنهي عقده من الجامعة هو كان يدرس في المدينة المنورة نعم قدرت في المدينة المنورة قعد سنتين أو أكثر لكن أنت ما قبلت بينما كان يدرس لا أبدا فطبعا كان لسف الشديد لم يش بقول لك يا شيخ والله الحب حب المسلمين جماعة المسلمين بعضهم البعض هو القاعدة العظيمة العريضة التي يقوم عليه وجود المسلمين في العالم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه نفسه نعم فكان إخراج الشيخ ناصر نتيجة حتمية ولا بد أن تكون من مؤامرة وقدت ونسجت نسجة بساطها في على أيدي بعض الشيوف في الجنة كادوا له فأخرجوه نعم لماذا؟ إيش سبب لا يحبونه؟ حسدا سبحان الله ما بتعرف الحسد شوه؟ حسدا من عندي أنفسي ما بتعرف الشأنه بني إسرائيل بالأسف وأخر من الجامعة هذا هو الثالي الأول الأخير وأين ذهب بعد ذلك؟ رجع إلى بلده ولدم حجرته التي أعطيت له في المكتب الظاهرية الشام؟ نعم المكتب الظاهرية فيها كنوز لا تضعها ولا يطال لها يعني في مكاتب كبيرة وكثيرة جدا في بلاد المسلمين لكن لا تقاث بما في المكتب الظاهرية فالشيخ ناصر رحمة الله علي أعرف المسؤولون عن المكتبة الظاهرية أن به شغفا لا حدود له وعرفه يعني من ما كتب وإن كان الكيد الذي لقيه في الشام أشد وطأة من كيد الذي وجده هناك سبحان الله فالمهم أنا لما رجعت في الإجازة الطائفية قررت أني أذور الشيخ وفعلا ذهبت إلى الشام إلى دمشق يعني وثألت عن الشيخ خدوه في المكتب الظاهرية ذهبت وجدته جالس والشيخ ناصر إذا جلس أمام كتاب لا يلتفت إلى غيره فدخلت صلمت عليه وعررت بنفسي قلت من جاء فرحب وطبعا سر أن واحدا لم يكن يعرفه من قبل قد عرفه الآن أما مين محمد شقرة شو هو في دنيا الناس ما هو عارف عنه ولا يسمع المهم بقيت الشام يعني أيام يومين ثلاثة يعني هكذا ما يديد وكنت أخلا أتردد على عارف المكتب الظاهرية وأذكر رحمه الله تعالى أنه كأنما أراد أن يختبرني يعني شو مدى معرفتي معرفتي بالعلم الذي هو سيده في هذا الزمان فطلب مني أن أستخرج له حديثا والله نسيت الآن الحديث من المعجب المفارس المهم فصنعت هذا و اخترقنا على أمل أو رجاء أن يكون لي عودة يعني وفعلا هذا الذي كان وهذا كان أثناء وجودك في المدينة المنورة في المدينة المنورة نعم في العام القابل رجعت إلى الشام ورجعت لسبب آخر يتعلق بالشيخ نفسه ولا أحب أن أدخل السابق الآن إلا أنه هذا الذي حملني وذهبت وكانت دوجتي معي في هذه الموضة وذهبنا للشيخ وذرناهم في بيتهم ثم دعوته لعمال أن يأتي ليتعرف أنته عليه ولبّت دعوة الشيخ رحمة الله لبعد تترى بعد أيام تصل به وقال لي أني أنا جاي ومكث عندي في بيتي شهرا هذا بعد أن تركت المدينة المنورة نعم شهرين بقي عندك شهر شهر في ضيافتك في ضيافتي ولازالت يعني آثاره تدل علي رحمة الله رحمة الله يعني تقريبا هذا كان في نهاية الستينيات حيث الوقت هذا كان في نهاية صدقت ثمان ستين ستين هكش يا أضر حتى المهم وصنعت له مجلتين اثنين وجمعت له من بعض أهل العلم من أذكرهم الآن كنت إبانها مديرا للمعهد الشرعين في جبل المجلس المجلس الأول حضره أثاتذة من الجامعة وأنا كنت تريد أن يعرفه الناس ليعرفوا فضله حتى تنتهي لأن الشيخ ناصر كان مرعبا مخيفا بعض كما يقال يخاف يخاف من الناس الذين يخافونه المشايخ والعلماء والدكاترة والأثاتذة كلهم كان يخافونه كان يقطع ظهورهم ذكره أبدا لأنه كان يكشف ما لديهم من ضحالة يعني رجل كان رحمة الله عليه سلاحه قال الله وقال رسوله وهو في السنة لا يضاه ولا يجرع في القرآن يجوز واحد يعرف سورة الفاتحة يعرف كله الله أحد لكن البخاري ومثلم أبو داود النسائب كمان يعرف فكان يهود رعاية عظيمة في المنطور المهم هذا المجلس الأول وتكلم رحمه الله في أنا سألت السؤال أو لا أفتغفر الله مؤمنة دا السؤال وإنما الذي سأله السؤال الأستاذ يوسف العظم رحمه الله تعالى عرض عليه السؤال كيف نوفق أو مش كيف نوفق هناك مقولة أو من يقول من يقول لا تؤخذ نسيت يعني الزمن ينسي بعضه حتى بعضه بعضا ف الأستاذ يوسف العظم رحمه الله تعالى فأنه توفي نعم توفي رحمه الله رحمه الله نعم فعرض عرض على السؤال ما رأيك في من يقول بأن الحديث المتواتر يؤخذ به في مساء العقيدة وأما غير المتواتر والعحادة فلا يؤخذ به في مساء العقيدة هذه طبعا أول من أشهرها طبعا هي المسألة قديمة لكن الذي أشهرها وأذعها إخواننا حزب التحرير رضي الله هي من أيام المعتزلة هذه نعم لكن حزب التحرير غفر الله لنا ولهم هم الذين أدعوها هذه المقولة في الناس ودندنوا حولها ودافوا وكانوا يعني يدخلوا المعارك عنيفة جدا مع الناس في هذه المسألة فكان نتاجها نتاج هذا نتاج هذا السؤال تغفر الله كان نتاجه هذه الرسالة التي صنعها الشيخ أو أصدرها الشيخ رحمه الله تعالى عنها مشروعية مشروعية العمل بالحديث الأحاد كالحديث المتواتر في متاء العقيدة من شاء هذه الرسالة موجودة وكان لها الحقيقة بركة عظيمة وهذا منهج السلف نعم له هو أصلا هو ما كان هناك شيء اسم عقيدة تفصل عنه العلوم الإسلامية الأخرى التي تعلق بالسنة والكتاب ما في لكن هكذا فعلوا إخواننا الله يجيهم خير حزب التعليم لذلك الحقيقة كأن قلت هذه الرسالة كانت ثمرت هذا السؤال هذا السؤال وفي هذه الديارة وكان في ذلك الوقت موجود لازلت أذكر من الذين حضروا الشيخ هذا الدين التميمة ابن عمك الله يحب والشيخ أتعد والدكتور عبد الثلال العبادي والدكتور محمود محمود عبيدات محمود عبيدات ما بعرف وين الآن يعني أظل في مكة لا أدري الآن وين هو يعني مجموعة محمد نعيم دكتور عمد نعيم هذول اللي أحفظ الآن ممن حضروا في هذا اللقاء والحقيقة والحقيقة صروا من الشيخ وأنا أردت يعني من هذه الجلسة التي صنعتها لهم أن يكثروا الحاجب الذي بينهم الحاجب النفتي بينهم وبعد الشيخ وتم هذا فعلا فعرف الشيخ من هذه الجلسة وكان حتى الشيخ مش شيخ أصدق واحد من الشيخ من دكاته ونسيت منه الآن كان أن سأله في مسألة من المسائل مثل هذا السؤال الذي يتعلق الحديث الأحاذ والحديث المتوتر فبقي الشيخ هندي رحمه الله نائما يصلي معنا صلاة الفجر في مسجد الثالي بقي شهرا وربما أزيد من الشهر لكن أنا لا أحفظ ثم عاد إلى الشام ثم عاد إلى الشام والناس ما أعرف أو كان فيه هناك جلتة أخرى قلت في مجلس ثاني في مجلس ثاني نعم بس لكن ما كانت سرية مثل جلت المهد الشرعي طب متى جاء لي يستقر في الأردن أيها جاء لي يستقر في الأردن بعد ما صارت الأحداث في الشام ما هي الأحداث في الشام حصلت على مراحل تقصد أواخر السبعينيات أحداث 82 أحداث حماة آآ أيها 80 81 82 82 أحداث حماة طب هو لم يكن من الإخوان المسلمين لماذا ولا ولا هي أصابت كل من أن هو كان الحقيقة الشيخ رحمه الله تعالى يعني يصاب كما يصاب أحد المسلمين جميعا والابتلاء يعوم يعوم وقد عمى الابتلاء عمى ناس كثيرين مضطروا لمغادرة الشام والحمد لله إن شاء الله تعود الأمور إلى مجال والشيطان ذهب لملاقات ربه ولكن أبقى نفرا خليلا من تلاميذه الأولين الذين عرفوه أول ما عرفوه لكن هو الشيخ لم يكن صاحب تيار هو عالم يجلس طلبة العلم إليه لكن ما كان عنده جماعة أو تنظيم أو بالعكس الشيخ كان يحارب هذا يعني الشيخ لذلك صفة التنظيم كان يحاربوها يقال أنا أتنسب إليه عبارة أنه يعلم ولا يربي نعم هذه تحتاج إلى أيضا دردشة حولها لكن بذلك يعني مثل التيار أو التجمع في مكان يعرف لك سلفيين الشيخ نصر كان يحارب هذا تماما لا أدل على ذلك من أنه قد أنشئ من بعده من بعد موته وكان يجي هذول الإخوان اللي يقولوا عن أنفسهم إنهم تلاميذ الشيخ كانوا يأتونه ويلحون عليه يرجونه أحر الرجاء يا شيخ نحن نريد أن نفتح مركز باسمك مركز نطلق عليه مركز الألباني قالهم هذا لا أقبله ولا أريده ولا أحبه وأرجو أن لا يكون طبعا يعني هم كانوا يخططون لشيء ولو كان يعلمون بأن موت الشيخ الألباني يعجلوا في هذا لربما عجلوا بموت الشيخ الألباني على الأخل ولو دعواتهم الصالحة يعني بعد وفاته أنشئ هذا المركز باسمه نعم أنشئ لكن أنشئ ميتا تعرف كيف الصقط ها الصقط تعرفه اللي هو الجنين الميت هكذا أولد مركز الألباني يعني أرادوا يعني منشئوه أرادوا به شيئا وحققوه أن يجمعوا المال وجمعوا المال فالشيخ رحمة الله عليه جاء إلى الأذن في هذا الوقت وجاء ليستقر هذه المرة إيجا ليستقر جاء وهو كان قد توفيت دوجته ومشتوفيت يعني حدث فراق بينه وبينها وتدوج بعدها مرأة أخرى مرأة فاضلة وهي ذات مكانة حتى في الشام أيضا فلما جاء بها وهو بين زيارته الأولى التي دعوته إليها وبين زيارته هذه قد ذعى صيطه في الأفاق وأصبح معروفا بكتبه من شورة أنا من الذين تتلمذوا على كتبه في الثانوية لما كنا طالبا في الثانوية له الشيخ يعني ما كان ليحتاج إلى أسباب ليذع صيطه في الدنيا كتبه كانت والله الله عز وجل يعني أجرى القبول على الإقبال على كتبه كلها من أولها إلى آخرها وبخاصة كتاب صفة صلاة النبي وأنا كنت يعني هذا الكتاب درسته مرات في في مسجد السالف بل وتعجب الآن وأنا في المدينة كان هناك أخوان اثنان الأول اسمه الشيخ عطية ثالم العروف كان قاضي في المدينة وكان من قبل مدرس في الجامعة وال والثاني كان الحبشي فلان واحد نشيد كان برضو أستاذ الجامعة فكنا نذهب إلى 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 مسجد قباء مسجد قباء معروف في المدينة بعد عن داخل المدينة أبو ثلاثة أو أربعة كيلو متر تقريبا وكنا نذهب عصر كل يوم إلى هناك ونتدار في الكتاب يعني وأنا في المدينة بدأت مع الشيخ حقية هذا في وقت مبكر صدر ثم صدر له صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وصدر له أداب الزفاف وصدر له غير الكتب الأحاديث الكثيرة يتدي يمكن كتب مؤلفات تحقيقا وجمعا وتأليفا يمكن تزيد عن متين لكن بعض الناس كانوا بيأخذوا على الشيخ الألباني أنه لم يكن متمكنا في الفقه كتمكنه في الحديث هل هذا صحيح؟ والله أنا بدي أسأل سؤال تجيبني أنت عليك صعب قبل أن تسأل صعب لا لا مو صعب سؤال بسيط جدا واحد من أبنائك يمكن أن يجيب عليه وهو هو الفقه ثمرة ماذا؟ ثمرة العلم أي علم؟ علم الكتاب والسنة ما يكجب الحمد لله بسهولة فرجل يعرف علم عنده علم الكتاب والسنة يعني لا يكون عنده من الفقه الذي يحتاجه على الأقل لأمور العبادات لا هو الذي يقصد هنا أنه لديه علم بتخريج الأحاديث وهو مرجع في ذلك ومعترف له به لكن دلالة الحديث هذا من الفقه يعني قد يكون هناك حديث يستدل به استدلال غير ما على غير ما ينبغي يعني هذا المقصود أو هذا هذا أعجب وأعجب أعجب وأعجب أو أشده عجباً يعني يقالوا الله فلان بيعرف خرج الحديث وبيعرف ما عنيه وبيعرف كيف يتدبر نقص وزيد هذه الزيادة متى تكون وهذا النقص كيف يكون ثم بذلك يقال يعني معرفته بالفقه معرفة ضعيفة يعني مثلاً زي الاستدلال بالتحريم الزهب بعض الزهب على النساء يعني خلينا نقول هذه المسألة أخطأ فيها بل وكانت وكان خطأه شنيعاً فيها وبقية الباخرة هذه الكتب كلها ما بتأهله أن يكون لا 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 لانتقاص من قدره لا أنا أفهم ماذا تريد لكن أنا أرد على أولئك الذين يقولون أنه لسه بالفقه هذه المسائل بالمئات بل بالأولوب من المسائل التي غصت بها كتبه يمكن أن يقال فيها ما ترقيه إلى درجة أن يكون فقياً كخريجي الدكتوراه الذين يتخرجون من الجامعات في العالم الإسلامي هذا أمر عجيب ولذلك هذه التهمة لا نقبلها في حق الشيخ لا لأنني تعصب الشيخ لا لأجهاده ولكن لأنها تنافي الحقيقة كل حال نحتاج أن نتكلم أكثر عن الشيخ الألباني وعلاقتك به وما آلت إليه الأمور ولكن في مراجعة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر